اشتركوا في القناة لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول الى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة يقول لو تم بيع ثمرة على اصولها بعد ظهورها او لاكثر من عام يعني بالشروط التي تجيز البيع كما تقدم ثم ارتأ بائع الثمرة ان يبيع الاصول فهل يجوز وسؤال اخر اذا باع بائع الثمرة باعها ثم مات فهل يبطل البيع قال في الحالتين لا بطلان للبيع فالاولى لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول الى ورثة البائع بموته الاصول يعني الجذوع فان الاشجار تبقى على ملك مالكها عندما يبيع ثمراتها فالثمرة صارت للمشتري والاصول لا زالت ملكا للمالك الاصلي للبائع فلو مات البائع لا يبطل بيع الثمرة فالثمرة على ملك مشتريها والاشجار على ملك بائعها فلو مات انتقلت الاصول الى الورثة كأي مملوك ينتقل بالموت الى ملك الوارثين فالبيع صحيح فلا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ولكن الاصول تنتقل الى ورثته فهل لورثته فسخ البيع قال لا انهم ملزومون بامضاء البيع الذي تم من قبل والدهم وتنتقل اليهم الاصول اي العروق اي الاشجار الى حين انتهاء اتفاقهم اتفاق المشتري مع ابيهم فلو كان لسنتين لثلاث سنوات لعشر سنوات فالبيع صحيح في الاثمار واما الاشجار كعروق هي ملك للورثة الجدد للملاك الجدد وليس لهم فسخ بيع ابيهم ليس لهم ذلك فان الاشجار تنتقل اليهم مسلوبة المنافع شو يعني مسلوبة المنافع يعني يملكون الاعيان والنفع لسواهم تماما كما لو اجرت دارا لا بلش فيولي علاق انك تموت لو استأجرت دارا من مالكها ومات المالك انت مستأجر فالبيت ليس ملكك لا حاليا ولا لاحقا البيت لملاكه لكن منافع الدار لك ببركة الاجارة فينتقل الدار الى من انتقل اليه من الوراث مسلوب المنفعة المنفعة يعني الاستئجار والاستخدام والاستنفاع فهو ليس لهم هو لك انت المستأجر فالدار عين تنتقل الى من انتقلت اليه مسلوبة المنفعة لا نفعلهم بها قال والسؤال الثاني جوابه لا يبطل بيعها يعني لا يبطل بيع ها هذا حكم اخر كذلك وهل يبطل بيع الثمرة اذا مات المشتري مات المشتري واشترى الثمرة لثلاث سنين اشترى الثمرة لثلاث سنين فهل يبطل البيع اذا مات هذا المشتري قال كلا ولا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل الى ورثته فابوهم قد اشترى ثمار بستان لسنين فهم وارثوه ولا يحق للوراث هؤلاء ان يفسخوا بيع ابيهم شراء ابيهم كما لا يحق لبائع الثمرة ان يفسخ بحجة موت المشتري فان المشتري لهو الراث ينتقل الحق اليهم السؤال الثالث الذي طرحته وهو اذا باع بائع الثمرة باع اصولها فلا يبطل البيع ايضا فانت مالك للثمرة ببركة البيع ولا تملك الاشجار والعروق فلو باع بائعك بائع الثمرة لك لو باع العروق بعد حين بيعك على حاله وبيعه صحيح تنتقل الجذور اي العروق اي الاشجار تنتقل الى مشتريها مسلوبة المنافع ايضا تنتقل الى مشتريها مسلوبة المنافع ايضا يأتي تفصيلها بعد قليل لكن بشرط ان يعلم البائع ان يعلم البائع المشتري للعروق انه مسلوب المنفعة انه مسلوب المنفعة فلو كان يجهل كان له الخيار مثل من باعك الدار من باعك الدار وانت لم تكن تدري بان الدار مؤجرة انت لم تكن تدري فاردت استخدامها فتفاجأت بسكناها من قبل اجير من قبل مستأجر عفوا لك الخيار انت اذن قال ايه اذا باع الثمرت انا احنا ذكرناها له اما ذكرناها شايفت شو يا احمد انا طاوعتك بس ابى الله ان يذهب عنكم فائدة فذكرتها ببالي انها ستأتي لكنها قد تعرض اليها المصنف سابقا فنعود اليها جاي مسألة اصلا طبعا صارت واضحة مسألة اذا باع الثمرت سنة او سنتين طبعا صار اعراب سنة او سنتين ظرف مش هيك مفحول فيه اذا باع الثمرت سنة او سنتين او اكثر ثم باع اصولها يدجاوبنا عنه ثم باع اصولها فالبيع صحيح باع اصولها على شخص اخر طبعا اذا باعها لمشتري الثمرة فملك الثمرة والاصول لكن باعك الثمرة لك لسنتين ثم باع الاصول لاخيك يقول لم يبطل باع الثمرة ولا خيار لاحدهما فالبيع صحيح لم يبطل باع الثمرة بل تنتقل الاصول الى المشتري الجديد لكنها مسلوبة المنفعة بل تنتقل الاصول اي الاغصاء اي الجذور الجذوع يعني بل تنتقل الاصول الى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة يعني الى حين تمام اتفاق بيعه الاول للثمرة نعم 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 اذا كان مشتري الاشجار يجهل ان الثمار مباعة كان له الخيار كان له الخيار وله الخيار اي للمشتري الجديد له الخيار في الفسخ مع الجهل كان يجهل ان الاشجار لا ثمار لها فان ثمارها قد بيعت نعم يختي يحصل له الاتفاق باتفاق جديد بعبارة اوضاح يكون البيع السابق قد وضح فيه خدمة العروق لمن ولهما الاتفاق فيها فاذا كان المشتري الاثمار متضررا من عدم خدمتها وقد شرط عليه خدمتها التزم بها وإلا فهو يخدم ثماره وليس لمالك العروق منعه من سقيها وليس له منعه من معالجتها يعني بعبارة اوضاح لا يلتزم باطلاقه بخدمة العروق يعني البائع الذي باع الثمر بدون اتفاق لا يلزم بخدمة الثمر لا يلزم نعم ليس له ان يطالب بمشتري الثمر بالعوض أبد لا 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 ليس بالضرورة يا أختي لا ليس بالضرورة يعني أحد آجر داره لي فأنا أدفع الإجارة له ثم بعد سنتين باع الدار وأنا بعدني مستأجر باع الدار لزيد زيد يدري بأنه مسلوب المنفعة كلمة مسلوب المنفعة بتعني من جملة ما تعني أنه حتى الإيجار لا يذهب إلى الجديد لو كان الإيجار ينتقل إلى المالك الجديد لما قيل له مسلوب المنفعة فالمنفعة تأتي إليه إما بعينها أو ببدلها فبدل الإيجار هو منفعة أيضا وقد سلب المنافع كلها باعتبار ما كانت بعدها خاضعة للعقد الجديد إلا باتفاق فإن لم يكن هناك اتفاق بين البائع وبين المشتري الجديد إن لم يكن هناك اتفاق بأن الأجرة تعود للجديد فهي على أولها حتما جيد مسألة يقول إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها أنت صرت محيطين بهذه القواعد مرة يكون التلف بعد البيع وبعد القبض فهي من مال المنتقل إليه ولا يضمن البائع شيئا تم العقد وتم التسلم والاستلام وذهب إلى داره بثمرته مثلا إلى داره بدابته فتلفت فلا ضمان على البائع قد انتقلت إليك لكنها معلومة القاعدة أنه لو تم البيع وتلفت العين قبل قبضها فينكشف بطلان البائع والضمان ليس على الثاني إنما على الأول فتلفت من كيس الأول من مال الأول هنا نقول الثمرة على الغصون الثمرة على الأصول اشتريتها تلفت الثمرة بعد بدو صلاحها أزهرت فهب بريح وأتلفها كما لو كان البيع لعامين لأنه عند المصنف لا يجوز بيع الثمر لعام شراء الثمر لعام واحد بالزهر فقط إنما ببدو صلاحها لكن كانت لثنتين لثلاث وتلفت الأثمار يقول تلف أو لسنة بعد بدو صلاحها ثم تلفت قال ينكشف من هذا بطلان البيع ولا يضمن المشتري لا يضمن المشتري لا يضمن فما زالت على كيس مالكها قال إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها إن فسخ العقد بطل العقد وكانت الخسارة عندئذ أو الخسارة عندئذ من مال البائع كما تقدم هذه القاعدة الأساسية كما تقدم ذلك في أحكام القبض فإن البيع بمجرده لا يتمم نقلا وانتقالا إنما يقتضيه إنما يقتضيه العقد بطبعه يفرض النقل والانتقال ويقتضيه اقتضاءا وتمامه بالقبض والإقباض وتقدم أيضا إن التلف أعم من أن يكون موضوعيا أو حكميا تلف الموضوع يعني هبت ريح فكسرت الغصون وتبعثرت الثمار هذا تلف وبمثل هذا التلف الموضوعي التلف الحكمي كما لو سرقت الثمار المهم أنا المشتري لم ينتقل إلي ما اشتريت إما بتلفه وإما بتلفه فإن سرق فقد تلف علي وإن هبت الريح وتلفته وأتلفته فتلف علي قال وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها نحو السرقة مثل شو يا أخي مثل أحسنت ومثلها منعك من وصولك إليها جميع هذا يسمى تلف حكمي وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف كده بصير اسمه تلف حكمي وحكم يعني وتقدم أيضا حكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي هذا وين ينفعنا ينفعنا في الضمان فإن أتلفها الأجنبي كانت الخصارة عليه وكان الضامن له وإن أتلفه المشتري فمن كيسه وإن أتلفها البائع فمن كيسه يعني إذا المشتري هو اللي رأى على الثمر أتلفه هو ضامن فتلفت عليه إذا أتلفها البائع تلفت عليه وإذا أتلفها الأجنبي ضمنها جميل وإذا تلفت بآفة فهي من كيس مالكها من مال صاحبها قبل القبض قبل القبض مسألة أردت شراء أثمار البستان أنت فقال البائع قبلت أبيعك لكن ثمرة الرمان لي ثمرة الرمان لي لك التين والرطب والجوز واللوز ولي ثمرة الرمان هل يجوز مثال آخر قال أشتري منك ثمار البستان قال أرتضي بمبلغ كيت لكن أنا مؤونتي من البستان مئة كيلو هذي لي أستثني وزنا مرة أستثني ثمرا لصنف من الأشجار ومرة أستثني ثمرا لشجرة بعينها ومرة أستثني كما من الوزن الناتج ومرة أستثني نسبة من الناتج أقول نعم أبيعك ثمار ما يحمل البستان لسنتين بس في كل سنة لي الربع يعني عمليا أبيعك ثلاثة أرباع الناتج والناتج نحن نجهله مشاك نحن نخرص فيه نخمنه نضمنه عفوا نقدره بما يقرب لكنه ليس من المكيل ولا الموزون هذا بعد على الأشجار هذا لا مكيلا ولا موزونا لا يكون كيلا ولا وزنا فهل لي الاستثناء أنا البائع ماذا أقول هل لي الاستثناء أنا البائعة ولا أنا البائع إيه هلأ طلعت العين بس مطلعتش محركة أسمعنيها يا رحمك الله أحسنت ليه أحسنت منصوب الله يعني عن النواصب منصوب على الاختصاص على أعتني أعني أعني وأخص جيد فهل فهل يجوز لي أنا البائع أن أستثني صنفا من شجر من ثمر أو كما من وزن بعد الناتج أو نسبة مشاع نسبة مشاع يعني ربع ربع هذا الناتج قال نعم يجوز كل ذلك يجوز كل ذلك بس تفرقوا الأحكام فيها فرق عند بعض الطوارئ مثلا أنا استثنات الشجرة اليمينية عند الساقية عند الجارية فتلفت الشجرة فهل يضمن لي المشتري تعويض ثمرة هذه الرمان بمثلها قال لا تلفت وهي لك وأنت خصصتها لنفسك وحصصتها لك فتلفت من كيسك والسلام مرة أنا أبيعه أثمار البستان وأستثني شجر الرمان فسبحان ربك ما تلف غير الرمان وهذا من كيسي أيضا أنا البائع فلا يضمن لي شيئا مرة إني لا أنا ما استثنيت شجره ولا استثنيت ثمره بالخصوص إنما استثنيت حصة مشاعة قلت قلت نعم أبيعك بألف لكن أبيعك عمليا ثلاثة أربع وربع الناتج لي صار هناك من التلف خاص بعض الثمر تلف بعضه فكيف نفعل هل تكون الخصارة الربعية هذه بالنسبة هذا الربع يكون من مالي أنا البائع ويكون المشتري عمليا مضمون الحق فكأنه اشترى ثلاثة اربع ثمر البستان وأعوضه عن الربع التالف هذا احتمال احتمال ثاني لا هو قد اشترى وأضمنه معه يعني نضمن جميعا أو يضمن معي هذا احتمال ثاني احتمال ثالث رابع هل هناك من ضمان قال نعم ومثاله الآخر أنا بعته ثمر الناتج كله ثمر الناتج كله واستثنيت مئة كيلو خمسمائة كيلو بيعمل البستان عمل عمل خمسمائة كيلو وأرا كنت بستثني مئة كيلو وتلف تلف منه مقدار هذا المئة كيلو تذهب علني يأخذ حقه تام من هو له أربعمائة كيلو على كل حال قال يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو ثمرة شجرة بعينها بأعيانها أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس بعتك ثمر البستان إلا خمسة وعشرين بالمئة ربع أو عشرين بالمئة خمس وأن يستثني هذا استثناء ثالث وأن يستثني مقدارا معينا يقول بعتك ناتج البستان إلا مئة كيلو كمئة كيلو يجوز نعم لكن في هاتين الصورتين لو خاسة الثمرة يعني تلفت عن أهليتها راحت لو خاسة الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة المستثنى مئة كيلو المستثنى منه باقي الناتج قال توزع النسبة في أي مورد قال في موردي الكم ليومئة كيلو وفي موردي النسبة له الربع أو الثلث كيف قال ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة أما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطبعا الأولى يعني توزع ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة يعني كأن النسبة لم تكن يعني كأن التالف لم يكن بعبارة أوضاح أنا استثنيت نسبة الربع فأعتبر 25% ما كانت بيبقى 25% من الحاصل وله ثلاثة أربع قضحت كيف فعمليا الخسارة علينا والموجود لنا الموجود لنا بنسبة كم قال بالنسبة المتفق عليها بذات النسبة المتفق عليها اشترى مني ثلاثة أربع البستان وترف ربعه هذا الربع لا يحسب علي وأعطى ويعطى ثلاثة ارباع السليم وتكون الخسارة كلها علي أنا البائع قال لا نتعامل مع الموجود معاملة كأن التالي فلم يكن ثلاثة ارباع له وربع لي هذا بالنسبة المشاع طيب بالكم قال واما اذا كان المستثنى مقدارا مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص يعني أنا قلت بعتك الأثمار إلا مئة كيلو فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت تخمين يعني تقدير يعني تقدير هذا بسمه الخرص يعني تقريبه فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى إلى آخره منقول أنا كنت بعتك ثمر البستان إلا مئة كيلو جيد تلف خمسين كيلو تلف مئة كيلو فرضا نقول ولما جمعنا أو قاربنا فقاربناه بخمس مئة كيلو كل البستان كان يعمل خمس مئة كيلو لما تلفت نسبة ما منه قدرناها بمئة كيلو فعمليا التالف بلحاظ الكم الكل عشرين بالمئة خمس فينقص من هذا الثمر الموجود نسبة الخمس قال فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت يعني الفائت قداش كان نسبته للموجود كله قال نسبته كانت الثلث أو الربع أو الخمس طيب قداش كنت ميت في أنوياك على مئة كيلو خصرتني هلأ خمس فبخصر لك كمان من المئة كيلو خمس فبيطلع لثمانين من الأربعمية أعيد والله واضح يا أختنا واضح خمنا خمسمية كيلو حاصل تلف مقدار ما قداش كان هذا المقدار كنت بنت في أنوياك على مئة كيلو لإلي تلف مئة كيلو أقول نسبة المئة كيلو إلى حاصل البستان كله خمس مثلا فأقول الآن من المخصور هذا من التالي في هذا أنا أخسر خمسا وأنت تخسر أربعة أخمس فإذا كان الفائد الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وإن كان الخمس يسقط الخمس وهكذا نعم نعم فيه يتفاوت يسيرا لا يسيرا لا مسألة مسألة يقول لا تتوهم أن لبيع الزرع والخضر والثمار أحكام خاصة في كل شيء فيها لا أحكامها بما تقدم أما من حيث أصلها من حيث أصلها فإنها بيع عام فيجوز بيع الأثمار على الأشجار بأي عوض كان بأي عوض كان مالا ذهبا فضة دارا عقارا لكن الأحكام التي عملنا نذكرها وسيأتي بعد قليل بيان بعضها ثمر بثمر يخص النخيل في بعضها ويخص الأثمار إذا بيعت بصنفها أما لو بيعت بغير صنفها فذاك جائز يعود على أصل البيع أصلا ولذا قال يجوز بيع ثمرة النخل وغيره لش هالتخصيص هذا سيدنا قول بيع الزرع قول بيع الثمار قال لا بعد قليل سيتضح من الشريعة استثناء النخيل بأحكام أما هنا إذا أردت شراء ما على الأشجار من أثمار جاز بذل شاء فيجوز بيع ثمرة النخل وغيرها وغيره في أصولها يعني على أصولها بالنقود المتعارف في أيامنا وبغيرها كالأمتع والحيوان والطعام وبعض وبالمنافع اشتريت أثمار الأشجار هذه بإجارة الدار لك لمدة سنة وبالأعمال على أن أحرث لك البستان الكذائي وكغيره من أفراد البيع لأنه كنا قلنا البيع نقل وانتقال لعين بمال لعين بمال هذا المال أعم من أن يكون عينا بعين أو بورقة النقدية أو بمنافع بسكن الدار أو بغيرها ما بد يكون منفعة بمنفعة لأنه بعش اسمه بعش اسمه بعش جيد مسألة تخص النخيل مسألة تخص النخيل مرعية في الشريعة يسمى هذا الموضوع بالمزابنة فما المزابنة باللغة العربية المزابنة هي المدافعة والتدافع ومن هذا الاشتقاق قوله تعالى سندعو الزبانية الزبانية هم الدافعون من أصناف الملائكة الذين أوكلوا بالغضب نستجير بالله من غضبه والمزابنة هي المدافعة ويشمل هذا الاشتقاق بتسمية الزبانية في لغة العرب للشرطة أو الشرطة الذين يدفعون ويقهرون ويمنعون فما المزابنة في بحثنا قال المدافعة هذه في باب الشراء في باب البيع للنخيل ما هي قال لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل أكمل بالتمر بالتمر بيع ثمرة النخل بالتمر هذه المزابنة جميل لاش في عنا ثمرة النخل غير التمر بقول إيه طبعا مش رح تحمل أمح يا أحمد مش رح تحمل الرمان يا سيد لا أنه بيع ثمرة النخل ثمرا كان أو رطبا أو بصرا أو غيرها يعني هيك الأصد مش أنه تمرا كان أو رمانا أو تينا يعني طبعا على ما في ذكري على ما في بالي طبعا هو تقول على ما في ذكري مش على ما في ذكري يا الأفصح الذكر هو مخزون الذهن على كل حال يقول حفظه الله تمرا كانت أو رطبا أو بسرة على ما أذكر مراحل نمو التمر لاش عم بقصد هذا المعنى لأنه إلها أحكام بعد شوية تم رؤية المصطلحات أول ما تبشر النخلة فهو طلع طلع أولها طلع ثم خلال خلال إيه هو يسمى بالعامية خلال إذن طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر يعني هي نفس الحبة هي نفسها والله والعالم هي نفس الثمرة ما بعرف إذا في أصناف بتوصل للتمر وأصناف بتوقف عند البسر ما بعرف لا أدري بس إنه هذه هي مراحله نمو نمو الثمرة للنخيل الطمرة طبعا النخيل من أشرف المزروعات أو من أشرف الأشجار والظاهر هي أقدم حسب بعض الروايات هي أقدم ثمرة آخت الإنسان وتوأمته من زمن أبينا آدم عليه السلام وفي بعض الروايات كأنها كذا في بالي أكرموا عمتكم النخلة يعني هي التوأم جدكم هي التوأم جدكم يعني هو المؤنسة هي مؤنسته وسبحان الله ما أكثر بركة هذه الشجرة كلها فائدة وهي شجرة نظيفة من الأشجار النظيفة التي لا تأخذ مساحة تؤذي الأرض ولا ترمي أوساخا فهي قائمة ماثلة على كل حال بركة أثمارها كثيرة ولذيذة وطيبة وفوائدها كثيرة وتستعمل حتى عرقا للتدفئة وهي سبحان الله فارغة الجوف أو تكاد فارغة الجوف أو تكاد بداخلها ألياف ما فيها الصلابة ولكنها صلبة تستعصي على الرياح على كل ريش عم بمدحلكم النخيل لكن نحنوا إلى بلاد النخيل رزقنا الله وإياكم زيارتهم على كل حال مش زيارة النخيل زيارة أئمة النخيل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام النخلة طبعا وهي من أهم المستحبات أن يوضع مع الميت من جرائدها يعني من سعفها المجرود بغير أوراق وبرو نعم طبيعيا طبعا هو من خصائص هذه الشجرة المباركة أنها أطول الأشجار رطوبة إذا قلعت من الأرض تبقى خمسة شهور ست شهور بدون ما فيها رطوبة وعسى ويكون من رحمته تبارك وتعالى أنه يؤنس الميت في قبره طالما وضعت معه الجريدة طالما أن فيها رطوبة واختصت الشريعة هذه الجريدة يعني بخصوص النخلة لكونها الأطول بقاء حتى تجف وبعده الرمان يمكن وبعده الزيتون وهكذا وعلى كل حال دلت الشريعة على أنه يوضع مع الميت أي غصن رطب لا يبخل الناس على أمواتهم بهذا فإنه يبقى مأنوسا أو مرفوعا عنه العذاب أو 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 طالما في الجريدة رطوبة طالما أن في الجريدة رطوبة فيه تنتين يا أختي فيه واحد منهم توضع من صوب الطرقوة من صوب الأيمن واحد منهم تلاصق البدن على تحت القميص تحت الثوب الثاني والثالثة الثانية عفوا هي ما دون يعني ما هي داخل الثوب الأخير لا تلاصق البدن بس على الأخير فواحد من صوب اليمين واحد من صوب اليسار هذه الطرق وهذه المغمز تسمى هكذا حفرة هنا على كل حال فيوضع معه جريدتان وإن فات ولم يوضع مع الميت لا يبخل الناس على أمواتهم فتلقى معه في القبر وإلا فعلى القبر يمكن في بعض الوقت مهم رحمة كريمة فأكرم عمتكم النخلة يقول لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل يعني أعرف أن هذا الحكم يخص النخيل فلا يجري على باقي الثمار بالاسم المزابنة طمرا كان واصلا إلى مرحلة الأخيرة هذا الثمر اللي هو المزابنة هذا الحكم طمرا كان صاير النخيل الثمر أو رطبا يعني ما قبلها بمرحلة أو بصرا ما قبلهما بمرحلة أو خلالا ما قبلها بمرحل أو هذا الطلع اللي هو أول ما يطلع طلع نضيد سبحان الله العظيم يقول لا يجوز بيع الثمرة هذه بالتمر خاصة بالتمر خاصة ويجوز بيعه يعني شراؤه أو بيعه ببسر برطب بطلع لا بأس المهم لا يجوز أن يباع ثمر النخلة بالتمر خاص بالتمر خاص وطبعا قال بعض اللغويين على ما أذكر صاحب المجمع منهم مجمع البحرين يرحمه الله طريحي قال دلت الشريعة على هذا المنع لما لا يخفى ما فيه من الغبن والنقص والنقائص وإلى آخره ما بين تمرها أن تباع مثلا بالطلع أو أن تباع بالتمر ممنوع لكن أن يباع بغيره قال على كل حال خيار أني يعرفش فيهم تفاصيل أيها الأفيد وأيها الأكثر وزنا في أي مراحلها أنا لا أدري قال المزابنة ممنوعة شرعا لما فيها من الخلل والغلط والغبن وإلى آخره لأنه فيه تدافع كل منهما يدفع عن الآخر أو يدفع الآخر باتجاه ضير ما باتجاه خلل ما باتجاه أو غبن ما قال سواء كان من ثمره يعني من ثمره من ثمر هذا الصنف من ثمر هذا النخيل أم من ثمر غيره بعد في الذمة أم معيناً في الخارج هنا خلاف بين الفقهاء غيره من الفقهاء أجازه إذا كان من غير ثمره كما لو كان من غير ثمره بثمر آخر أو كان في الذمة أو كان معيناً خارجاً وأظن السيد الخوئي منهم أظن 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 تراجعك فتوى السيد المصنف حفظه الله أطلق الحكم قال سواء كان من ثمره أم من غيره من ثمر غيره في الذمة أم معيناً في الخارج ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي فما العرية العرية هي الشجرة الموحودة من النخيل التي تكون لك في دار سواك إصا بعضهم بيلفظها العرية بعضهم بيلفظها العرية بس أنا حسب ما أرى لغة تلفظ العرية شو هي العرية؟ شجرة خلت من غيرها يعني شجرة وحيدة نخلة وحيدة تكون ملكك لكنها في عقار سواك في دار غيرك هذه لما في خدمتك لها وقط في ثمارها من إحراج لك أن تبيع مزابنة لمن هي في داره هذا حكم يستثنى من المزابنة طرح هذا المزابنة الممنوعة في النخيل أن تبيع طمراً بطمر إلا في العرية فإنه جائز فإنه جائز يأتي بيان حكمها هذه العرية بالخصوص لغة جمعها العراية جمعها العراية وعن نص ورد نهت الشريعة نهى صلى الله عليه وآله عن المزابنة والمحاقلة كما سيأتي هذه في الحقول في الزرع في الخضار وغيرها وسمح ورخص في العرية أو رخص في العراية العراية هي هذه طبعاً هذا المعنى بذكركم بسماحة الإسلام بذكركم بلطافة التشريع عندنا لأسمى قاعدة وأوسعها إنه لا ضرر ولا ذرار في الإسلام تمت بمثل هذا الباب بمثل هذا الباب إن أحدهم كان يملك نخلة أو اثنتين في دار أحد من الأنصار النخلة له والدار والعقار لسواه فكان صاحبها أظن اسمه سمرة يتحجج يتعذر بالدخول إلى رزقه أي رزق صار هو عبارة عن هتين العمودتين يعني هتين النخلتين أو النخلة أو كذا فيدخل على جاره على دار غيره بلا استئذان تأذى الأنصار فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله فطلب النبي إلى مالك النخلة أن يستأذن حفظاً للحق وللأدب بالطرف المقابل ثم تكرر منه ما لا يليق فشكاه الأنصاري مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وآله أخذه بمنتهى السماحة وقال يا فلان يعني لمالك النخلة لمالك النخلتين قال يا فلان أتابعها لنبيك صلى الله عليه وآله يعني بشتريها منك وبعطيك هل أد في الجنة أثمان لها ما أجهل الناس وما أكفر الناس بنعمة من محمد صلى الله عليه وآله تنعم عليه قال بعنيها وأنا أعوذك عنها هكذا في الجنة رفض هذا الشخص فطلب النبي الاستئذان منه فتكررت الإزعاجات من هذا إذاك في المرة الأخيرة بعد مرات من الإنذارات قال يا أنصاري اقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ذرار في الإسلام على كل حال هذه العرية قال مسألة لا يجوز بيع ثمري غير النخل بثمره أيضا أما بيعه بغير ثمره فلا بأس هذه المزابنة بالخصوص اللي حددناها نحن خاصة بالنخيل لا لأنه فرق في أصناف قال بيع تمر بثمر لا رطب ولا بصر ولا غيرها بينما هنا بالخصوص بعموم الأثمار قال لا يجوز بيع ثمري غير النخل بثمره أيضا بمطلق ثمره وهو قابل للأكل غير قابل بمراحل بدوه بمراحل تهيئته قال وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس طبعا هذه كمان مسألة خلافية خالف فيها بعضهم وخصص المزابنة بكل أحكامها بالنخيل مسألة يجوز أن يبيع ما اشتراه لسيعتك أحمد ثلاثة وربع جيد يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله في أصله يعني وهو على أصله فيه يعني ظرفيته ظرفية يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر نخلا كانت الأصول أو غير نخل أثمار اشتراها وهي على أصولها ليش عما نقول في أصله قيد احتراز عن إيش احتراز عن كونك اشتريت الثمر وحوشته قطفته وصار عندك في الصناديق أخوه هذا يأخذ حكم البيع العالي بس صار موزون صار موزون تلتفت إلى أحكامه بس وهو على الأصول ما زال هذا القيد أنا لم أقبض بعبارة أنا لم أقطف أنا لم أستفد ما زال على العروق هل يجوز لي بيعه؟ أنا لم أقبض هل يجوز بيعه؟ قال نعم يجوز لك أن تبيعه بثمن زائد قال نعم لأنه من غير أحسان من غير الموزون وهو على أصوله ليس موزونا بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوي سواء أباعه قبل قبضه أم بعده إذن فرعنا حكمين فرعنا ثلاثة ثلاثة أحكام فرعنا حكم أول هو خارج عن المكيل والموزون أثناء كونه على أصوله اثنين لا يفرق فيه قبل قبضه وبعده أما بعده فجائز بلا ريب صار ملكك بس أخذ حكم الموزون هذا حكم تاني فرق حكم تالت ما خصصه ببائعه يجوز بيعه على بائعه أو على غير بائعه ثلاثة فوارق مسألة إلى هنا بعد لا نتكلم عن الثمار يا أخي سنتكلم عن الزرع ثم نعود إلى ما يشمل الأحكام كلها مثل ما تقدم معنى بالثمار ما يخصه الآن سنتكلم عن الزرع بما يخصه شو هو الزرع قلنا الزرع هو ما يبذر وينمو بذره ويقصد ما ينتج منه المهدوف إليه هو السنابل هو الحبات من القمح والشعير والفول وإلى آخر يعني قلت لك هو البقول الزرع هو البقول تمييزا له عن الثمار التي تبقى العروق وتنتج وتكون مقصودتين بثمرها وشجرها واحترازا كمان عن الشو عن الخضر التي تزرع وإنما تستهلك هي هي نفس الخضر هي هذه المزروعة هي هذه بينما بالزرع لا ما بيكون مقصودك أنت يعني ما بيكون مقصودك نفس السبلة السنبلة يكون مقصودك ما تحمله جيد قال لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل كيف لا يجوز بيع الزرع بذرا أنت بتروح على السوق قال لا بتشتري مثلا كيلو من الحمص حتى تزرعه بتشتري كيلو طن من الفول حتى تزرعه قال لا يعني لا يجوز بيع الزرع بذرا بعد بذره قبل نموه يعني أنت بذرت فلحت الأرض وبذرت فيها حبوبا حبا ولم تخرج أثماره لم تخرج فسيله بعد بعد لم يخرج إلى خارج الأرض هو زرع لا يجوز بيع مزروعه مبذوره لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره على الأحوط وجوبا ها طيب بلك اشتريت الأرض أنت وما فيها خب خرجت عما نحن فيه نحن كلامنا عن بيع البذر مزروعا قبل أن ينمو وتظهر خضرته هذا سنبله قال إذا عملت الأولى اللي ذكرت لك إيها إذا بيع مع الأرض خب خرجت عما نحن فيه اشتريت العقارة وما فيه نعم ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه يعني يجوز أن يقصد يجوز أن يكون مقصودا بالتبعية أو بالمتبوعية هذا البذر قبل نموه قبل بروزه جميل أما بعد ظهوره طيب بعد أن ظهر فسيله أو ظهر نبته نبت يعني نبت قال أما بعد ظهوره يعني بعد أن ظهر نبته من بذره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر اللي صار نابت مع أصوله الثابتة يعني مع عروقه يعني بعبارة نمت القمحة كحبات حبيبات في سنبلها ظهرت مش بدي يظهر الخضرة ترى نبتة الأمح لما تزرع البذرة يخرج منها ينبت فيها تم طلعوا منها خضرة هذا الخضار بعده مش ظاهر فيه السنبل كبش القمح بعده مش ظاهر هذا بعد شوي يسمى قصيل بعد شوي بيجي هذا الخضار مش هو المقصود ببيع الزرع هذا كان يقصد بيعا للخضرة إيه الخضرة هكذا الخس لما بيطلع وغيره من الخضار تعدلك أربع خمس أنواع من الخضار فذاك إنما يطلب عندما يبرز بينما هذا الزرع لا يطلب عندما يبرز إنما يطلب عندما يسنبل يقول فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر اللي صار طالع مع أصوله الثابتة يعني مع ما قام عليه في الغصون في النبات التي نبت مع أصوله الثابتة هلأ بعد ما اشتراه سنبلا وما نبت عليه السنبل هذا ما نبت عليه السنبل شو راح نسميه قصيل قصيل يلا بهذه البلاد ورجعكم للعربة ورجعكم للمصطلحات الخاصة شو هو القصيل بلا صار القصيل هو الأمحة لما نبتون زرع بيطلع منها ساق خليني أعبركم هيك بيطلع منها ساق هذه الساق مرة تقطع تجذ وإذا جذت أخذت عادة للحيوان علفا فيسمى قصيلا ببلادنا بيسموه الأصيل بيسموه الأصيل أصلا هونيك بهذه البلاد الساق هذا القصيل من المأخوذ بالله عليك من المأخوذ رجعوا للغاة نحن اتفقنا حتى بالمصطلحات الفقهية رد للجذور اللغوية قصله أي جزه وقطعه مقصل مقصلة فأخذ وجز هذا جذاذ جذ قطع هذا عادة يعلف به الحيوان هذا القصيل جيد الآن شو صار عنا قال يجوز بيعه يعني بيع النبت الظاهر على السوق شو هو السوق بالله مش السوق يعني ما يشترى منه السوق يعني الساقات بس جمع ساق سوق استوى على سوقه يعني على ساقاته سيقانه جيد فالآن ظهر على السوق ما زرع جميل فيجوز بيعه مع أصله يعني مع سوقه مع سيقانه مع ساقاته ما بشئت فأعبر واجمع بمعنى بيع المقدار الظاهر يعني الظاهر البارز مع أصوله يعني مع ساقه الثابتة اللي بعدها مغروسة فإن شاء المشتري عندئذ فإن شاء المشتري قصله شو يعني قصله يعني قطعه جزه وإن شاء أبقاه ها ها شو بدي يقول للمصنف هون يقول نحن إلني لك إنك هذا فلان إجا لعنا وقال أنا اشتريته الزرع من فلان وظهر أول ما ظهر إجيني صاحب الزرع عن بيقلي ظهر الزرع وأنت اشتريته مني فخذ نمائك خذ مشتراك ما اشتريت خذه المصنف رحمه حفظه الله المصنف يقول إن شاء قصله وأبقى أصوله وإن شاء أبقاه على أصله حتى يصير موسم الحصاد مثلا أو الحصاد للسنابل له الخيار بس إذا قصله وأخذه علفا أو أراده خلوها ببالكن أو أراده فريك تعرفوا الفريك إه إنت بتعرفه إنت أحسن دس إني ما بيعرفوه لو تعرفه يمكن فهو يؤخذ أثناء ما زال أخضر أصلا هو فيؤخذ يجز يقص فهل يجوز للمشتري أن يبقي العقار مستعملا لقصيله لهذا الذي بقي من بعد الجاز هذا السؤال قال حفظه الله فإن شاء المشتري قصله طيب وإن شاء أبقاه أبقاه إلى موسم ما قال مع اشتراءة الإبقاء إيه لأنه مش نمت الثمرة صار لي عليك أن تأخذها حقا تأخذها قال إلا إذا أنت أردت أن تبقاها حتى تيبس كمان حتى تيبس على سوقها إيه قال واضح هذا بقاؤها حتى تيبس أو تجف أو 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 إما بحيث هذا المتعارف بين الزراع وإما مع البيان وإما مع الاشتراط وإما وإما قال مع اشتراط الإبقاء أو ما بحكم الإبقاء من الشو من التعارف من اقتضاء التعارف ذلك يا أخي صعيح في قصيل بس ما حدا بعد يقصل صار كلهم بينتظروها إلى حين هذا خلص أو بإذن من صاحب الأرض طبيعي يعني هو ليس له عليه لا اشترط عليه ولا المتعارف ذلك بس أراد أن يبقيها قال نعم بإذنه طيب فإن أبقاه حتى يسنبل أبقاه حتى يسنبل طلعت السنبلة هذا حلوها الاشتقاق هذا من السنبلة فيك تيخذ أنت فعل سنبلة يسنبله وصير أنتك رباعي هذا الفعل رباعي طيب حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا إذا لم يشترط الإبقاء مجانا طيب وإن قصله هو جزه وقطعه قبل أن يسنبل لطيف هذا السؤال آمت عنا ببليل نقوله فرخت الجذور الجذور الأصول هذه فرخت جزها قصلها فبارك الله فيها وعادت أنبتت من جديد بل هذا السنبل الجديد لمن قال فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا يعني كان لمن للمشتري طبعا الأصول لإله ولا تجب عليه أجرة الأرض لأن بعض الموسم ما خلص هو اشترى الجذوع عفوا اشترى الأصول وارتأى قصلها فقصلها فعوضه الله مرة أخرى ما زالت شراءه على حاله واشترى الأصول ما زالت قال ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إلا إذا اشترط إذا كان قد اشترت عليه أو اشترت عليه يعني البائع اشترت عليه إزالة الأصول فلم يفعل كان قيل له لما انجزها وقصلها قال له يا با هذه الأصول لا إليك هذه بعد تلزم من الحيوانات لغير هذه البقايا شيلها ما شيلها أم أغضقت السماء مطرا فعم أمت نمت من أول وجديد فلم يأ هذا لم يصير للبائع أحسنت للبائع ليه إلا إذا كان قد اشترت عليه إزالة الأصول ولم يفعل كف عليها وتم شرطها إنه صارت لإلو أبقاها كأنه أعرض عنها يعني هذا الذي قصل أعرض عن هذه الأصول لم تعد له طيب إذا لم يكن قد أعرض عنها وأبقاها عفوا وأبقاها وأغضقت السماء مطرا وفرخت لا هو أعرض عنها حتى تصير ملكا لمالك الأرض أولا هو ارتضى مع البائع إذا حتها من الأرض طيب هذا شغل الأرض موسما آخر هل يستحق المالك عليه أجرة قال نعم لأنه هذا إشغال هذا إشغال وإبقاء للأرض على مصلحته فلا يضطر البائع لأنه قد أخبره ألا قصلت رزقك فانزع أصولها قال لا لا أنزعها لم يرتض ذلك أمطرت الدنيا فنمت مرة أخرى قال السنبل له نعطيه إياه لأنه مالك الجذور لكن يدفع بدل إشغال الأرض فإن الأرض استعملت من قبله بدون إذن مالكها مسألة يأتي والحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد والحمد